السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع الحلقة اليوم عن اذا عرفت الزمرة الدموية فانت ممكن تتبع حمية معينة لتخفف من اي مرض يمكن يصير معك بالمستقبل طبعا لازم نعرف نحنا زمرة دمنا دائما او اهلنا يعرفو ونحن نكون اطفال او مراهقين السبب لانه لازم نتبع الحمية الغذائية من بداية حياتنا وهيك منخفف معاناتنا الصحية بالمستقبل بنسبة من عشرين لخمسين بالمية طبعا نوع زمرة دمنا تعتمد على الوراسة من الاب والام اللي هي البروتينات موجودة على الكوريات الدم الحمراء الانتاجين زائد المضادات الموجودة بالبلازمة الدم اربع زمرة الرئيسية اللي هي او اللي هي بتشكل حوالي اربعة وربعين بالمية من السكان المضادات زمرةة سلبي وزوجه ايجابي فهو ممكن هي تشكل مضاد ممكن انه تهاجم المشيمة وتهاجم الجنين فتأدي لمشاكل كثير وممكن تسبب للجنين بعد الولادة مثلا فقر دم لازم تنعطى دواء معين خلال فترة الحمل حتى ما يتشكل عندها ممكن طبعا هي تهاجم من الولد الاول الولد كل حمل ويختلف عن غيره بالنسبة لزمرة الدم اذا عرفت ما هي الامراض التي انت معرض بالنسبة امراض القلب والاوعية الدموية فهم معرضين اكتر شي هي زمرة الدم ألف ا هم معرضين اكتر شي لهذه الامراض مثلا عندهم ارتفاع الكورتيزول هرمون التوتر كمان زمرة ا يكونوا اعلى شي يعني تقريبا من 20% إلى 50% عن باقي الزمر عندك احتمالية سرطان المعدة زمرة A وزمرة AB وزمرة B سرطان البنكرياس يمكن احتمال مرضى زمرة B والA والAB مرض السكري لان البنكرياس مسؤول عن الأنسولين المعرضين اكتر سرطان والرئتين هي زمرة A وزمرة AB سرطان المبيض زمرة A وزمرة B لازم نعرف زمرة A بالنسبة للمرأة تكون اكتر احسن خصوبة عندها خصوبة عالية جدا زمرة O تكون قليلة بالنسبة ل عدد البويضات عندك المعرضين لسرطان الجلد هنا زمرة O أكتر شيء مثلا العدوى البكتيريا جرسومة المعدة المالاريا زمرة O معرضين احتمالية عندك الخرف الزمرة زمرة AB وزمرة B هنا زمرة O عندك نسبة الايد حرق سريء اكتر ويمكن عضلات بسرعة زمرة B سرطان الكلية زمرة O قرحة هضمية بسبب جسومة المعدة زمرة O احتمالية تكون ضغط حمل تسمم حمل ضغط حمل زمرة AB طبعا هذا تقريبا شملنا معظم الأمراض ما يجب أن يتبع الشخص الذي يعرف زمرة دمه حمية غذائية الصحيحة مع الرياضة الصحيحة مثلا زمرة O يجب أن يتعرضوا لا يتعرضوا للشمس كثيرا حمية غذائية متنوعة يقللوا الحبوب يأكلوا اللحوم أكثر يلعبوا رياضات مجهدة مثلا ركض وغيرها من الرياضات الآن بالنسبة لزمرة AB يجب أن يكون هادئ رياضات هادئة رياضات اليوغا يأكل أوميغا ثلاثة لأنه يجب أن يكون الخرف أكثر يأكل يخفف من الحليب واللحوم ويأكل خضار متنوع الآن بالنسبة لزمرة A يجب أن يكون أمراض قلبية وشرايين وخسرات دموية وجلطات مثل زمرة AB يجب أن يكون فيجيتريان يجب أن يعتمد على الخضار نباتي فقط يعتمد على النبات لا يأكل أي شيء دهون أو لحوم يخففها نهائيا طبعا الرياضات خفيفة مع اليوغا ورياضات فكرية لكي يهدئ أصابه بالنسبة لزمرة B يجب أن يأكل غذاء متنوع يخفف في الحليب ومشتقات الحليب يخففها يعتمد على اللحوم كمان يأكل لحوم ويأكل خضار متنوعة رياضات متوسطة ممكن السباحة ممكن مثلا رياضات المشي بشكل متوسط شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم موسيقى موسيقى